أهلاً وسهلاً بقناة دجلة الفضائية وأشكر هذه المقدمة الحلوة نيساً صباحك نحن أول شي سعيدين بوجودك ويانا وكذلك فخورين بك وكذلك بكل ما قدمت من إنجازات نتحدث في البداية عن بداية مسيرتك اليوم وما تدخلت هذه اللعبة وقدرت أن تتألق بها تقريباً أنا صالت مع السنة بهذه اللعبة بداية كان جسمي كلش ضعيف نعم فقد خلي يعني كان إلى واحد حل أوصل بيها أول شي نخرج دبلون مع أحد معلمين نعم فموجهت نفسي بمجال التعليم يعني فقد خليت وجه للرياضة توجهت للرياضة فاستمرت تقريباً أول أربع شهور الالتزام كان كلش الالتزام يعني بداية القوية فحصيت على المركز الأول محافظات يعني السنة الثانية نفس الحالة أول محافظات السنة الثالثة أول محافظات فقمت ألعب بطولات عراق للمتقدمين حصيت على المركز الخامس أول سنة وراء السنة البعد حصيت على المركز الثالث لعبت بطولة كردستان حصيت على المركز الأول لعبت بطولة تيم بالإمارات يعني حصيت على المراكز من العشرة أوائل فلعبت بطولة أول شيء غرب آسيا قبل تقريباً سنتين ثلاثة تقريباً فمثلت بها العراق الحمد لله وشكور جبت على المدالية الذهبية نعم يعني خلينا نحكي تحديداً يعني أنت حصيت على ثلاث أوسم الذهبية ببطولات المحافظات وأيضاً ذهبية بإقليم كردستان فنحكي اليوم عن المجهود اللي أنت بدلته وقدم ممكن الواحد يعني بنحس أنه يعني أنت تحديداً يعني بكمان الأجسام في عندكم كتير محددات وعندكم كمان كتير أمور لحتى توصل للجسم المثالي وتحديداً أنه في شغلات كتير يمكن منشوف أنه اللجنات بتنظر لإلها لحتى تختار الشخص المناسب اللي حاصل على هذا الوسام الذهبي فاحكي لنا شوي عن هاي التفاصيل نعم نحن أصدر عندنا اختبارات بداخل العراقي يعني من قبل الاتحاد كمان للسام العراقي فنخضع اللجان بالعراق يعني تصفية تكون خلينا نقول أكثر من لاعب يشارك بها فهد عشر لوعيبة وخمسة عشر لاعب يكون التصفية الشخص واحد رئيس اتحادنا أستاذ فاز عبد الحسن وجه له تحية يعني أكير فيصير اختبار عندنا بالعراق تصفية كاملة لمثل العراق بها لأننا ما رح نمثل شخص واحد أو شهاد أحمد يعني احنا رح نمثل أربعين مليون نسمع العراقي فتكون تصفية عندنا تصفية أقبر من البطولات الخارجية فبالبطولة الأولى الحمد لله وشكر حصلت على المركز الأول يعني بها ببطولة غرب آسيا مثلت بها العراق جمت الحمد لله وشكر ذهبية السنة البعض هاي كانت بطولة كأس العالة من الماس اللي قامت بالهند يعني كانت منافسة كلش قوي يعني الحمد لله وشكر هام حصات على المركز الأول بس هذاني المراكز الأولى يعني مو بالسهولة احنا جبناها يعني الالتزام دايت تقريبا يكون أكثر من ستة شهر أول ثلاثة شهر يكون الالتزام دايت خلي نقول كخطوة أولا ستيب باي ستيب يعني نصعد بها فالثلاثة شهر الأخيرة تكون الالتزام صارم يعني مية بالمية يلا نقدر نصعد على الاستياج يعني نمثل العراق بها حلو طيب اليوم يمكن احنا يعني نشوف أنه المشاركة بالبطولات بالذات إلها تحضيرات مثل ما ذكرت أو يعني واحدة منهم أنه احنا نلتزام بداية صارم ثلاثة أشهر يعني هذه بحد ذاتها تحدي أتخيلها فلو نتحدث أيضا عن البطولة اللي هي بطولة اللي حصلت فيها على الذهبية الدولية اللي كانت في غرب آسيا في أي سنة كانت كيف حصلت عليها شنو تحضيراتك كانت إلها وشنو أبرز التحديات اللي واجهتها في هذه البطولة؟ شنو أبرز التحديات في أن تصادعش تقريبا يعني احنا دعم أي دعم عندنا بالعراق ماكو يعني فلنعب على نفقتنا الخاصة يعني بس العراق يستاهل يعني نجيب للذهبيات أكيد يعني أكيد طبعا فحصلت على المركز الأول بغرب آسيا يعني ما لقينا أي استقبال عندنا هنا بس نتخطى هذا الشي طبعا فحصلت على المركز الأول بغرب آسيا الحمد الله وشكرا ف يعني ظليت تقريبا أكثر من يوميا نحن مي ما نشرب نهائيا نقطع المي نهائيا على ما نقدر نصل بعضلات كلش يعني عضلات حلوة يعني عضلات تكون عضلات عراقية أصيلة يعني نعم نعم طيب كابتن اليوم خلينا نحكي أنت ذكرت أنه ما حصلت على الدعم الكافي من الحكومات بالعراق ولكن هل كان هناك أي نوع من الدعم ولو بسيط بشكل من الأشكال؟ نعم اللي قامت في بيروت يعني نفس الحال هم حصلنا على أي دعم ولا على أي راتب ولا على أي شيء يعني نعم يمكن تكون هذي اليوم رسالتنا من خلال اللقاءنا وياك اليوم في صباح دجلة ورسالتنا ونشدتنا لكل المعنيين بهذا الموضوع إلى دولة رئيس الوزراء أيضا أنه التفتون لهذه المواهب لأنه مؤخرا يمكن شفنا اهتمام أكثر في بعض الأشخاص يمكن طلعوا إيانا في صباح دجلة وذكروا أنه كانت رئيس الوزراء ونشدت أستاذ محمد الحربوسي هم نشدت أكيد يمكن البعض كان لهم موناشدات وكذلك كانت الاستجابة سريعة فنتمنى لك اليوم شهاب أن تكون أكوا استجابة سريعة لموناشدتك أو نتمنى أنه يعني الأشخاص والمواطنين العراقيين بالذات الأبطال أمثالك والذي دائماً يرفعون اسم العراق عالي أنه يكون لهم نوع خاصاً للاهتمام لأنكم اليوم تستحقون كل ما يقدم لكم في ظل الإنجازات التي تقدموها لبلدكم وطبعاً وإلنا كشعب والذي دائماً نكون فخورين بهم للأمانة الحمد لله نعم طيب اليوم كابتن خلينا نحكي شوي عن موضوع يمكن إحنا منشوف أنه أنت كشخص شوي ابتعدت عن الضوء الإعلامي يعني حاولت يعني كنت عم تشتغل ولكن بدون أي تسليط ضوء إعلامي ولا مقابلات فالدعم الإعلامي يمكن اليوم مهم ولكن ليش أنت ابتعدت شوي عنه بالفترة الأخيرة؟ والله يعني بالصراحة مواني اللي ابتعدت وأنما جميع مواقع التواصل الاجتماعي ابتعدت عن شاب أحمد ما أعرف السبب شنوه يعني قبل شوية قاعد بالاستيديو دار شوف عندنا بيجات بالعراق خاصة بكمال لعبة كمال لتسام يعني نعم وأنا محصل على ذهبيات يعني مو ذهبية وحدة وأنما ذهبيات يعني دار شوف مثل منزيم بالمواقع مالتهم مثل البطل الفلاني مو من العراق أصلا هو أنت أدعم ابن بلدك طبعا صحيح أتعمل لدي يجيب لك إنجاز يعني ما أعرف إذا يصير عندنا أكو شي مع احتراماتي مع احتراماتي للأخوة المشاهدين يعني شي من الغلاط ما أعرف إذا يصير شنوه يعني ليش هالابتعاد هذا إذا يصير ما أعرف يعني إحنا خاصة إحنا دار نرفع اسم البلد إحنا مدى نمثل شخص واحد يعني مدى نمثل شاب أحمداني لا نمثل العراق من الشمال للجنوب من الجنوب للغرب كل هذا نمثلها طبعا نعم على مدى فرح العراقيين إحنا دائما بلعبات الكرة القدم يعني خاصة هذه الفترة الأخيرة العراق يعني يعني محتراماتي ديت راجع يعني يعني خسارات بسرح العراق يعني يمكن إحنا اليوم بدورنا شهار نحن ليش إحنا نجيب إنجازات نعم إحنا بدورنا اليوم إحنا نعرف للأسف أنه دائما الإهتمام عالميا وليس فقط في العراق يمكن يروح إلى موضوع كرة القدم تحديدا ولكن إحنا اليوم بدورنا كقناة دجلة وكبرنامج صباح دجلة أيضا أنه إحنا دائما نسلط الضوء على كل مبدع على كل شخص قدم إنجاز على كل شخص فعلا وصل رسالته للعراق بشكل كامل وأنت اليوم جزء من هذه المنظومة الكبيرة وجزء من هالأشخاص اللي يعني أبدعوا وأقدموا وأنجزوا اليوم شعب شنو اللي تتمنى لكل نجوم وهوات هذه اللعبة اليوم شنو اللي تحتاجوه حتى تاخدون مساحاتكم أكثر وتقدمون إبداعاتكم وإنجازاتكم أكثر وأكثر يعني إحنا دا نجيب الذهبيات للعراق اللي إحنا دا نرفع العالم العراقي بكل بلد دروحة يعني رفعتها بالبحرين ورفعتها بالهند ورفعتها قبل خمس ست يام تقريبا قبل ست يام تقريبا رفعتها ببيروت يعني اهتموا بنا يعني ليش تخلون هاي المواهب الفردية نحن صديق مواهب فردية بس احنا نمثل أربعين مليون نسمان ليش المواهب الفردية تتفنوها يعني لازم لازم توقفون بجانب نحن يعني أنتم مثلا لراتب عندنا لقوة عدقاء أحد انطانا لكتاب شكر ما أعرف ادي يصير شنوه ما أعرف نعم سلام نحن ناشد من طريق قناتكم يعني قناة دجلة الفرائية قناة معروفة وقناة سماعتها سابقتها يعني دل ناشد من قناتكم انتم دايسير شنوه نريد واحد يطلع مسؤولي حت شويانا ليش احنا مو عراقيين حالنا من حال أي واحد يطلع ناشد يعني فإحنا دل ناشد على دايسير عدنا نريد نعرف دايسير شنوه نعم مية بالمية معاك يعني كابتن شاب اليوم يمكن هذا الموضوع تحديدا احنا عم نسمع بشكل متكرر من العديد من الأشخاص وحتى بالعديد من المجالات يعني ان كان كمال الأجسام وحتى مواضيع أخرى يعني وهويات أخرى ان كانت فن وغيرها من الأمور ولكن اليوم يعني مثل ما ذكرت ان شاء الله اليوم عن طريق القناة وعن طريق صباح دجلة تحديدا توصل هاي الرسالة للجميع وتحديدا جهات المعنية لحتى يصلت الضوء على كل هاي يعني كل هاي الهويات وكل هاي حتى الأمور اللي احنا عم نشوفها اللي عم ترفع اسم البلد بالعالفة يعني كل التوفيق لإلك وان شاء الله نشوفك كمان يعني ببطولات أكتر وبميداليات ذهبية أكتر وتحوز كمان على شغلات عالمية اللي احنا نفتخر فيها كمان شكرا كتير لإلك أهلا وسهلا بكم